أهلا ومرحبا بكم معنا ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين قوسين نضع بين قوسين لهذا الأسبوع عالم الميتافيرس هذا العالم الذي أصبح الحديث فيه اليوم متشعب كثيرا ولربما يخطر إلى الأذهان بعض اللغط المتعلق بإطلاق شبكة الميتا وكذلك عالم الميتافيرس الذي سبق هذه الشبكة سنتعرف اليوم إلى هذا العالم الافتراضي ما له وما عليه هل نحن مقبلين عليه مجبرين ومكرهين أم أننا مضطرين لنواكب آخر المستجدات في العالم الحديث العالم الرقمي أيضا الحدود التي يجب أن نتقبل فيها التسارع الكبير في تطور هذا العالم ما وراء العالم في الميتافيرس نناقشه طبعا بالتأكيد من الخبير في الانتقال إلى العالم الرقمي السيد علاء دلغان وهو المدير التنفيذي لشركة كوغنيت دي أكس أهلا ومرحبا بك معنا شكرا شكرا على إصدافة في كثير مصطلحات برزت لدينا مرتبطة بعالم أو بمفهوم الميتافيرس الكل كان يعتقد أنه شبكة فيسبوك والشركات التي تنطوي معها هي وراء هذه التسمية حتى نفرق بين عالم الميتا وكذلك الميتافيرس هل لك أنت ضعنا في البداية في صورة توضيحية نعم فيسبوك اللي عملوه أنه أخذوا البراند من كلمة متافيرس واستخدموها ليعملوا ري براندينج للشركة الكاملة تبعهم وبالتالي صاروا هنه اسم المرتبط بالعالم الإفتراضي أو بالميتافيرس وإنما تقنية الميتافيرس كانت موجودة وعن ينحكي عنها بأروقة الإنترنت من أربع خمس سنوات قبل ما مارك زوكربيرغ اتخذ هذه الفكرة وبالأحرى كان فيه تقنيتين بالعشر سنوات الأخيرة ماشيين بالتوازي كل واحدة منهم عم تتطور وبعدين اندماجهم أدى لوجود الميتافيرس أول تقنية هي تقنية الواقع الإفتراضي أو الفيرتشوال رياليتي والتاني هي تقنية البلوكتشين والكريبتو والإنفتي جميل جدا طبعا كلمة الميتافيرس هي ما وراء الميتافيرس من اليونيفيرس أو العالم فما وراء هذا العالم خلينا نقف على تطور هذا العالم على سبيل المثال أنا كنت أراقب أبنائي عندما يلعبوا في لعبة البلاي ستيشن ويقوموا بشراء ما يسمى بالأفاتار شخصيات وهمية أو افتراضية يقوموا بشراء الكوستيوم لها لباسها سيوفها أكسسوراتها وغيرها وكنت أستأ جدا كيف تقوم بعمل تحديث وأوبغريد لهذه اللعبة وأنت تمتلكها وغيرك لا ومسجلة بإسمك وتدفع مئات الدولارات عليها أنا مستأة كنت كثيرا ولكن يبدو أن سوق الألعاب الإلكتروني هو من يجني ثمار هذا التطور في عالم الميتافيرس 100% سبوت أن الميتافيرس سيكون عنده العليم من التطبيقات وإنما سوق الألعاب الإلكترونية سيكون المستفيد الأول والأكبر ويكون المحرك باتجاه الأدوبشن للميتافيرس والسبب هو أولا أن سوق الألعاب الإلكترونية سوق ضخم جدا أكبر من سوق الموسيقى والأفلام والإنتاج مجتمع سوق الألعاب أكثر منها وبالتالي في عندك البنية التحتية الموجودة والمستخدمين الأوفياء لهذا الموضوع تاني شيء هؤلاء المستخدمين صار عندهم مشكلة عبر اللعب الألعاب الملتي بلاير الضخمة لما كان المقتنيات اللي عم يربحوها أو عم يحصل عليها من بعد شهور وأسابيع من الألعاب ممكن بأي لحظة تطيع وتختفي لسبب جليتش أو باق أو الشركة نفسها تسكر فهلأ لما صار فيه بنية الـ NFT أو البلوكتشين داخل الألعاب اللي بتسمح بإثبات أصلية هالسيف أو هالدرع أو هالملبس للأفاتار وبتسمح بإثبات ملكيتها صار اللاعبين مش مجرد زبون لشركة الألعاب صار مساهم وشريك بالميتافيرس اللي عم تخذك بشركة الألعاب وقادر على حمل هالأصول معه من لعب إلى لعب صورة رقمية أيوة وتبادلها وبيعها وشراءها فعلا وهذا ما يعني يمكن لأنني أنا عشرتها شيء مع أبنائي فعلى علم محدود في هذا الأمر وأنا ذكرت علم محدود أنا مجبرة كنت أني أعمل هذه الحلقة حتى أفهم جيدا هذا العالم وأخذت في تفاصيله مع الجيل الجديد يعني أنا معلي شو يعني غبرة نجيل القديمة تقبلي لموضوع الميتافيرس وابتعادي انسلاخي عن الطبيعة ورغبتي في أنه حتى بتشوفنا الأبناء أنا أترك هذا الكمبيوتر أترك هذا العالم الافتراضي هذا مش حقيقين اجلس مع جدك مع جدتك اسمع موسيقى اذهب إلى الطبيعة إلى أي حد تعتقد أنه عاجل أو آجل سندخل في هذا العالم من هي الفئات العمرية التي ستتسارع في تبني عالم الميتافيرس أكثر معك حقمية بالميرو الجيل اللي أكبر مني ومنك رح يكون المقاومة الأكبر للدخول بعالم الافتراضي وعالم الميتافيرس جيلك رح يكون تقريبا 50-50 أو 60-40 أو اللي بس بيحب التجارب الجديدة أو كتير فيت بعالم التكنولوجيا رح يكون متقبل طبيعي لهالموضوع بينما البيقين رح يكونوا معارضين وأما الجيل الجديد اللي بدون يجي بعض منه حاليا أمر كتير طبيعي لهم العيش داخل الميتافيرس والترفيه داخل الميتافيرس والتعلم والعمل واللعب داخل الميتافيرس لأنه كل شيء عندنا بالعالم الحقيقي صار إليه مقابل بالعالم الافتراضي الممتلكات صار مقابلها الـ NFT والأرت أو الفنون صار مقابلها الـ digital art أو الفن الرقمي اللي كمان يثبت فيها الـ NFT والعملات صار فيه مقابلها الكريبتو وبالتالي هاي الأمور كلها اللي عم يستعملها ابنك وجيل ابنك حاليا لما يكبروا ويصيروا هن الجيل الممسك بالأمور الاقتصادية بالبلاد راح تكون دخولنا على الميتافيرس أمر جدا طبيعي نعم طيب خلينا نتحدث من اللي مضطر أنه يدخل على عالم الميتافيرس وهو خلينا نحكي صالة افتراضية فيها مجموعة من الشخصيات الوهمية الافتراضية أتعامل معها أنت تعلم جيد هذه برمجيات يعني ممكن يضع لك الشخصي اللي أنا بقابلها وبتعامل معها بقدرات خارقة أنا لا أمتلكها وهذا ما سيتربى أيضا وتتبنى الفئات الجيل الصغيرة وممكن هذا يحفزهم لدرجة أدريناليل عالية جدا ونسمع عن ارتكاب بعض الحماقات لن أقول الجرائم لأنه بيعتقد أن يجب أن يكون بهذه القوى الخارقة ويمتلك كل هذه الأشياء الغير طبيعية التي نجدها فقط في العالم الانفتراض ينفصل يعود إلى العالم واقعي بطيء وبتسارع أقل وموميل إلى أي حتى تعتقد الجانب السلبي سيتدخل هنا في هذه المعادلة ومن عليه أن يعني فعلا يمهد للانفصال من هذا العالم إلى العالم الحقيقي أكيد سيكون في تأثيرات سلبي يمكننا أنا مخول أحكي عنها بدأ يمكن عالم نفسي أو اختصاص جديد عالم نفس لتأثير لألعاب الإلكترونية أو الميتافيرس على الموضوع بس ممكن القول بسهولة أنه مرشح جدد المستخدم الميتافيرس لأنه يكون مدمن على هذا العالم ومنفصل على الطبيعة يعني إذا بتشوف عوالم بالأفلام اللي بتشوف فيها مثل رادي بلاير ون أو غير هم الألعاب اللي بيجارب ينفصل كليا عن حياته الطبيعية اللي ما في عنده فيها أصحاب ولا عنده فيها نشاطات وبيفضل يعيش بالعالم الافتراضي اللي الأفاتار على زوءه والعلاقات الاجتماعية على زوءه والعالم اللي يعيش فيه على زوءه هو وهو بطل خارع كتير مهم أنه الأهل من ميلي ما يوقفوا بطريق التقدم لأنه إنفتبل وبس من تاني ميلي أنه ينتبهوا يكون فيه توازن ما بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي الأدني خلينا ندمج الأعمال المزدهرة في هذا القطاع التكنولوجيا والرقمي الفيرتوال ريالتي أو الواقع الافتراضي وكذلك بين البلوكتين كيف يمكن أن ندمجها كما ذكرت مع تكوين الانفتيز والعملات الافتراضية وغيرها كيف ممكن نستفيد في نهاية الأمر ممتاز لما كان الفيرتوال ريالتي أو الواقع الافتراضي لوحده يخلق هذا العالم الثلاثي الأبعاد مطرح تخلق أفاتار وتقدر تتعاطي مع بقية العالم كان ما فيه بني اقتصادي للموضوع كان فيك كأنه ام اس تيمز أو زوم بس بأفاتار يجتمعوا أو صف بدل ما يكون كمان على تيمز يكون على شكل أفاتار قاعدين بصف بعالم أو بجنينة أو حول نهر أو ببطرح طبيعي لما اجت البلوكتشين خلقت بني اقتصادي ومالي وتجاري أضافتها هذا الميتافيرس لأنه هلأ صار فيه إمكان لإثبات الملكية الفردية يعني صار فيك تثبت إمكانية امتلاكك لريل ستايت بسموها بايداوي انريل ستايت بعالم الميتافيرس فيك تثبت ملكيتك لأرت دجرة الأرت من خلال نفتي أو لأي موضوع أو أصول رقمي وعمال فنية وغير فنية وبالتالي صار فيه مجال للملكية والتبادل التجاري والماركتفليس الذي يتم من خلاله طبعا بيع هذه الأصول الرقمية صار في عندك ماركتبليس بدل ما يكون ماركتبليس تبعك أمازون وعم تشوفين بثناء الأبعاد صارت بتفوت بتمشي الأفاتار تبعك داخل مور ثلاث الأبعاد وهيدا تاني أكبر صناعة رح تستفيد من الميتافيرس اللي هي صناعة الكوميرس والإي كوميرس رح تصير ثريدي كوميرس داخل الميتافيرس حجم السوق هذا ممكن نحدده على ما عندي أرقام بس يعني الأرقام هي بالتي مش بالبيئة نحن نحكي تريليونز مش بليونز بالعشر سنوات القادمة رح تستفيد مننا قطاعات المعارض والفعاليات الكونفرنس رح تستفيد مننا قطاعات الإي كوميرس والكوميرس بشكل خاص ورح تستفيد مننا حتى القطاعات الرياضية والإيفنت يعني تخيل أنه أنا وياك بما ندفع 10 ألف دولار لنرح نحضر ماتش ريال مدريد وبارشورنا نقدر نحط VR وندفع ونفوت نحضر هو كأن نحن موجودين بالملعب أو نحضر كونسرت للباند المفضلة عنا هذه كل قطاعات ستستفيد مننا أرجو أن تبقى معنا ضيفنا سيد علاء دلغان وأنت المدير التنفيذي لشركة كوجنيت دي أكس سنعود بعد الفاصل مشاهدينا لمن يخاف من التقدم والتسارع الكبير جدا في هذا العالم الرقمي نستفسر بعد الفاصل مع ضيفنا عن النمو في عالم الميتا فيرس التسارع وسرعة الحقيقية ما هي طبعا المحركات التي ستحرك بعد الفاصل دعنا نأخذك مشاهدنا الكريم في هذه النزهة العالم افتراضي جولة مدتها نصف ساعة ساعة ربما ساعتان يوم كامل لا ندري حسب قدرتك للتحمل والتقبل لمجموعة من الكائنات التي لم تعتد الاختلاط بها في يومك العادي لا أدري إذا كنت ستعود من هذه الرحلة منسجما مرفها أو حتى تشعر بنوع من الكبت أنك تتعامل مع كائنات خارقة لا تستطيع أن تنجز معها الكثير كما تمتلك أنت كإنسان نتحدث عن عالم الميتا فيرس بالتأكيد لا يقف فقط على حدود نزهة أو رحلة منهم في المستقبل كيف ستكون النمو في هذا العالم كيف نحدد ما هي سرعته من جديد مع ضيف السيد علاء دلغان المدير تنفيذ شركة كوجنيت دي أكس سيد علاء يعني أنا وعدت مشاهدين نذهب في هذه الرحلة معنا ويعيشوا التجربة اليوم أتحدث عن التسارع والنمو في عالم الميتا فيرس الأيحد تعتقد أنه سريع جدا أو بالعكس هم سيراعوا المقدرة البشرية وما سيكونوا سريعين جدا حتى نتقبلها ونتبناها بشكل يلائم هذا التطور التسارع فيها سؤال جدا مهم ما أظن أنه الكنترول أو السيطرة على سرعة نمو الميتا فيرس هي فقط بيد التقنيين والمهندسين والشركات المحركة لهذا الموضوع أظن أنه النمو سيكون بشكل أساسي بيد المستخدمين والمتلقين لعالم الميتا فيرس مثل ما قلت نحن حاليا لأنه جيلنا بعده 50-50 أو 60-40 بموضوع الميتا فيرس سنرى نمو لينير بالفترة القادمة وإنما سيكون باللحظة التي ينتقل فيها الجيل الجديد من المدارس والجامعات للأعمال والاقتصاد والسيطرة على مقدرات الاقتصاد وبالتالي سترى انفجار بعدد المستخدمين وقيمة الميتا فيرس كما تعلم أن جزء من هذا العالم الافتراضي تم واجهته بتعنته بشكل كبير جدا حول العالم أتحدث سوق الأصول المشفرة لأنه رفضوا تسمية العملات المشفرة قالوا الأصول المشفرة وبالتالي ما يرتبط بها يرتبط أيضا بهذا العالم وهذه المنصات رغم الرفض الذي واجهته الأصول المشفرة لكن في دول أعطتها منصة تعالي افتحي عندي ورح أعطيك تشريعات معينة وهنا تأتي الأفضلية اليوم أنا عندي مواهب وأدمغة ممكن تضيف كثيرا لعالم الميتا فيرس لكنها في بلد اسمح لي مش بس من الدول العالم الثالث بعيدة كل البعد انترنت حتى ما فيها إلى أي حد تعتقد أنه استقطاب هذه الأدمغة إلى بلاتفورم أو منصة في دولة معينة واستخدامها وكذا سيساهم أكثر وكم هو من يعني مجموعة كبيرة من المواضيع بسؤال واحد خليني بلش فيون وحدة وحدة أول شيء موضوع الكفاءات واستقطاب الكفاءات رح يكون هذا التحدي الأكبر والمنافسة الكبرى بين جميع الاقتصادات بالعقد القادم رح يصير بالمرتب الثاني التنافس على الموارد الطبيعية والمرتب الأولى التنافس على الموارد البشرية وإذا بتشوفي هون عننا حتى بالإمارات أو بالمنطقة عم يفتحوا جميع الأبواب arms wide open لكل الكفاءات تعوا وفتحوا عننا إذا أنت بتشتغل بالبرمج إذا تشتغل بأي أمر إلو علاقة بالاقتصاد الرقمي أهلا وسهلا هايدي جولدين فيزا هايدي فريلانس فيزا عم بسن التشريعات اللي بتساعد على هذا الموضوع شفنا فارا أو الهيئة التنظيم الأصول الرقمية Virtual Asset Greater Authority شفنا DIFC وADGM وحتى دي WTC عم يتنافسوا مين رح يسبق بسن التشريعات الفرندلي أكتر لعالم الكريبتو والبلوكتشين واللي رح تنعكس إيجابا على الميتافيرس فمعك حق أنه واجهة الكريبتو والأصول الرقمية مقاومة من العديد من الدول والإستابلشمنت وإنما البعض الآخر تقبلها يعني من ناحية الدول في دول عم تسن تشريعات فرندلي مننا عم نشوف هلأ قانون بالكونغرس الأمريكي من سيناتورة ديمقراطية وسيناتورة ريبوبلك مع بعضهم عملوا بالتقبل الكريبتو بالإمارات عم نشوف نفس الشي بس كمان في الناس اللي عم بيخلقوا هالبروتوكولات والعملات الرقمية مش كلهم رايحين باتجاه أنه بدنا نقضي على البناء التحتية الموجودة للبنوك لا في منهم عم يستعملوا هالتكنولوجيا لخدمة البنوك وفي منهم كثير من البلوكشين نتورك معمولة لتسريع عمل البنوك المؤسسة المالية مش للقضاء عليها أو استبدالها سيد علاء قبل الهواء يعني ذكرت شغلة وأنا بدي هلأ أسألك كيف فيها أمام الجمهور يعني عندما كانت الزراعة هي المصدر الرزق الأكبر وهي التي تحكم بالاقتصاد في العالم جاءت المدينة وتكون نظام اقتصادي رئيس مالي وغيره كما ذكرت البنوك وهذا الأمر وسرقت الأضواء من الزراعة وين ممكن ألتقي فيك بعد المدينة أنا وأصنع معك هناك اقتصاد آخر إذا منسمع على الثورة الصناعية الرابعة التي نحن نحكي فيها هلأ تلاقي كل عالم تحكي عن الثورة المعلوماتية وثورة الذكاء الاصطناعي بس اللي بذكره هو قول لشون باركر أحد مؤسسي الفيسبوك بالألفين بأوائل الألفين قال جملة ما بتروح من بالي We lived on farms than we lived in cities and now we will live on the internet لقد عشنا في المزارع وثم عشنا في المدن واليوم سنعيش على الانترنت فيمكن هلأ فيها نجي نكملوا إيها ونقول المرحلة الرابعة لم نعيش فقط على الانترنت مثل ما عملنا بالفيسبوك والسوشال بيديا سنعيش في قلب الانترنت اللي هو بالعالم الافتراضي طبعا وهذا الخشية منه أنه يهجر العالم بعد يمر اليوم بضائقة من الاقتصاد وركود تضخمي من شيء يعني دبحتنا الصناعات القديمة وهذا التفكير الاقتصادي الذي يقولون يصفونه بأنه أناني وأصبح العالم الافتراضي يفتح لنا ذراعه تعالوا أنا عندي ما أريد أن أفضل يعني ولكن هنا توجد الذي يكون مساحة تستطيع أن تعبر فيها عن اقتصاد جديد هل بالفعل تؤمن بأنه الكل نسبة كبيرة جدا من الاقتصادات والأمار في العالم ستتجه إلى هذا الكون والعالم الآخر خدمته سببين الأول الجائحة كورونا عودتنا عن كل شيء عن بعد والثاني هو الجحاف الكبير جدا في حق الاقتصاد وما جناه عليهنا اليوم من هذا التضخم والركود الكبير ذكرت موضوعين كثير مهمين أول شيء موضوع جائحة الكورونا التي عجلت بتقبل جميع فئات المجتمع للعمل عن بعد وللتعلم عن بعد وللقاءات عن بعد ولتسريع بتحديث التكنولوجيا والبنى التحتية لتقدر تسمحنا بهالتطبيقات اللي هي كلها عن بعد المرحلة التانية رح تكون من بعد ما نعمل عن بعد عبر 2D رح نعملها عبر 3D ورح نتبادل فيها اللي هي عالم المتافرس أما الموضوع التاني هو اللي ذكرتي أنه المتافرس عم يفتح أبوابه للأجيال اللي لا تملك أصولا بالعالم اللي نحن عايشين فيه حقيقي البعام الحقيقي لا تملك أراضي لا تملك أسهم غير قادرة بالعالم بالخمسين سنين اللي عشناها بالماضي الأصول كانت عطول للطبقة ما فوق الوسطة بكتير هلأ حاليا عم تلاقي أنه كل المقتنيات داخل المتافرس عم تملكها شريحة أوسعة كتير من المراهقين من عمر 13 للفئات العمرية المتوسطة بس اللي اجتماعيا أقل من المتوسطة وبالتالي المتافرس هو إنكلوسيف أكتر بكتير رح يكون اقتصاديا وكرياتيفي من العالم اللي نحن عايشين فيه طيب جميل افترض أنه أنا تقبلت هذا العالم وستثمرت فيه لكن كما يوجد ناس مقبلة بلهفة عليه يوجد هناك أذكاء يتربصون باقتناء الفرص بمعنى وأقصد القراص هنا ما هي يعني إمكانية الاختراقات الكبيرة التي ستحدث في هذا العالم ما هي العيوب التي يجب أن أتداركها نظم الحماية والأمان يعني اليوم على بطاقات الاعتمان تحدث الاختراقات وغيرها والحسابات أيضا شبكات التواصل الاجتماعي فيما بالك هذا العالم المزدحم ما هو نوع الاختراق الذي يمكن أن يخيفنا في عالم الميتافيرس هناك كثير اختراقات في عالم الميتافيرس مثل ما هناك اختراقات على الإنترنت أكثر أحد الأسباب هو أنه جميع الأنظمة الإلكترونية معارضة للاختراق من قبل القراصنة وهذه تنحل بأمور سايبر سيكوريتي أو أنظمة الأمن السيبراني العادية بس اللي يزيد عليها عالم الميتافيرس هو أنه القراصنة متربسين باقتناص الممتلكات الرقمية من NFT وكريبتو وغيرها وهذا لا يمكن إذا كانت ديسنترلايز أو غير مركزية أنه يقدر حدا يحميك منها أنت بدك تكون مثقفة كفاية لتعرف كيف تحتفظ بأصولك بالمحفظة الإستثمارية طبعك وكيف تحافظ أنت عليها لأنه ما في حدا سلطة مركزية تحميك وطبعا الموضوع التالي يظل موضوع التشريعات والقوانين التي تتطور لحتى تتواكب هذا التطور لا يصير في عندك سلطة تحميك داخل الميتافيرس سلطة تقدري ترجعي لها لما يكون في قرصان عمل عليك أتاك أو أخذ الأصول طبعك المستثمرين حول العالم مكتار لكن في منهم العقلانيين وفي منهم كما يصفون هم مجانين ولن أذكرهم بالاسم عندما قال سأستثمر في الفضاء سأستخدم الدوج كوين وغيرها ويروج لهذا النوع من الاستثمارات ولكن حتى تمتلك هذه المقدرة على الإقناع وجر الكثيرين وراءك إلى أي حتى تعتقد أن عالم الميتافيرس يحتاج أشخاص مثل جرأة إيلون موسك وهو لا يوجد ضمانات التي تريد يتفضل معي في هذا العالم الجريع 100% ورولة الطول يكون في شعرة كثير رفيعة ما بين العبقرية والجنون ومنعرف مين قطع الشعرة ومين بعده عقية ما يلي منهم الميتافيرس بشكل خاص بس التكنولوجيا الناشئة كلها بشكل عام هي ملعب الرواد وملعب المفكرين وملعب المجانين مثل ما يتير وملعب المبدعين طبعا أصحاب الرؤية وأصحاب هالإبداع هن بيروحوا بيبلشوا بالأول وكلنا الباقيين من نقصهم لعدة أقصاب من نريقبهم بحذر لحتى نشوف إذا نلحقهم هؤلاء ومن نقاوم لآخر لحظة قلب من نلحقهم كيف بد يكون الأصحاب موضوع الميتافيرس ما حدا يعرف بل ننتظر ونشوف القطاعات المنتظر إنها تستخدم الميتافيرس استفيد منه أنت حتى الآن ذكرت سوق الألعاب الإلكترونية ممكن بعض الأعمال أين ممكن هالسياحة ممكن يغليني أني أروح أزور مثلا بلد على الشاطئ إذا ما توفرت الموسيقى والروائح وحتى رذاذ الماء وغيره من ويمكن القطاعات التي ستستفيد كثير من عالم الميتافيرس أنا بنظري يمكن السياحة بس هذا تقدير على المستوى الشخصي لن تتأثر بعالم الميتافيرس لكل الأمور التي ذكرتها الميتافيرس ممكن يعطيك حاسة الرؤية وحاسة السمع بس ما رح يعطيك حاسة التتش وحاسة الشام وحاسة الذوق لكل الأمور والأكل والملذات التي يمكن تخذيها بزيارة بلد الجيد وإما إذا أريد رتبهم من الأكثر استفادة هي أول شي لنا صناعة الأعابة الإلكترونية نمبر تو هي صناعة الإي كوميرس والقطاع البيع بالتجزئة ستصير فيك الأفاتار طبعك يفوت على عالم الافتراضي ويشتري كل الأمور التي يريدون يشتريها ممكن الأفاتار طبعك يشتري تياب لإلك بالعالم الحقيقي ويطلبهم ديليفوري عبر الأمازون وممكن يشتري تياب للأفاتار نفسه ممكن يشتري سيارة لإلك بالعالم الحقيقي وممكن يشتري سيارة للأفاتار طبعه ليسوء بالأمريل ستيت طبعه القطاع الثالث والأكثر استفادة سيكون طبعا قطاع الترفيه من الرياضة للبث للموسيقى والكونسورت وغيرها. نتمنى أن ندخل في هذا العام لكن دون أن يجردنا من إنسانيتنا. وأيضا الأشياء الجميلة. الملامح الجميلة للتواصل البشري بين الأطراف مجتمعين. أشكرك ضيفي الكريم السيد علاء دلغان وأنت المدير التنفيذي لشركة كوغنيت دي أكس. شكرا جزيلا. شكرا لإليك رولا. أعطوا المستمتع بالحديث معك. بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج بين القوسين. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.